اشتركوا في القناة اسماعيلي مباراتين في استاد برج العرب ولكن البداية جيدة موفقة تبشر بالخير على الموسم قد يكون استثنائي للأهلي على جميع الأساعد حالة فاكة وليس مهمة وتفاصيل مهمة والنهاردة هنبدأ نتكلم على مباراة سنبا التنزاني والأطكم التحكمية اللي تم تعينها بشكل رسمي لإدارة مباريات الدول الإفريقي مباريات السوبرليج الحمد لله قدرنا نعرف في حكام المباريات خلال الفترة اللي جاي هنستعرض النهاردة لأطكم التحكمية اللي هدير ومباريات الدور الإفريقي تحديداً الدور ربع النهائي أول 8 مباريات إن شاء الله في الفترة من 20 حتى 25 من شهر أكتوبر الجاري كمان هنتكلم على سفر منتخبنا الوطني إلى الإمارات مباراتين وديتين أمام زنبيا والجزائر وهنتكلم على تفاصيل مبارات الأهلي والإسماعيلي وكمان عندنا كلام مهم جداً وكواليس مهمة جداً على عودة اللاعبين الدوليين لبعثة الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني هذا الأمر كان عامل أرق شوية عند جماهير النادي الأهلي مسألة الأجندة الدولية نهاية المباريات الرسمية يوم 17 أكتوبر الأهلي هيسفر 18 مين يلحق البعثة؟ مين ممكن يبقى جاهز لمباراة النهاردة عندنا كواليس حصرية على فكرة مين هيكون جاهز للمباراة؟ مين هيلحق بعثة الأهلي في تنزانيا عشان نطمن كل السادة المشاهدين على آخر الترتيبات الخاصة باستعداد الأهلي لأولى مباراة وضربة البداية ولقاء الافتتاح بين سيمبا التنزاني والأهلي يوم الجمعة بعد القادم 20 أكتوبر على ملعب بن جميل مكابا في دار السلام حالة فاكة وليس كتيرة ولكن عشان وقت الحلقة نروح بسرعة لسؤال حلقة النهاردة وعايز أعرف رأي حضراتكم في أداء الأهلي أمام الإسماعيلي بالأمس ومن رأيكم يعني أو في رأيكم مين أفضل لاعب في اللقاء تقدر تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال تقولوا رأيكم في أداء الأهلي وأفضل لاعب فيه لقاء الأمس من خلال صفحتنا على السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من أراكم على هذا اللقاء اللي ممكن يكون فيه أكتر من لاعب من أوفزماتش لأن بلحكت فيه لعبة كتيرة مميزة سواء بيرستاو حسين الشحات أحمد نابيل كوكا ممكن نستعرض رأيكم فيه مين هو أفضل لاعب ولكن في الجزء الأخير من برنامج التريند طيب دلوقتي نروح بسرعة لأهم العنوين في تريند الأهلي الفريق راحة من التدريبات خمسة أيام وكمان طاقم حكام موريتاني وكنغولي لإدارة مباراتي الأهل واسمبا في السوبر ليج وفي التريند العالمي السعودية تتقدم رسميا لطلب تنظيم مونديال 2034 كل توفيل الأشقاء في المملكة العربية السعودية بإذن الله في المنافسة على هذا التنظيم وبنسبة كبيرة جدا إن شاء الله هنبارك قريب جدا للأشقاء في السعودية على تنظيم نسخة كأس العالم 2034 قبل مطلع الفاصل خالص التمانيات النهاردة لفريق النادي الأهلي لكورة السلة عنده مباراة قوية جدا وصعبة جدا مع الاتحاد السكندري مباراة ديربي ما بين فريقين مصريين نتمنى التوفيق رب للنادي الأهلي النهاردة في هذا اللقاء اللي هيبدأ بإذن الله الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة هذه البطولة التي تقام في قطر خلال الفترة الحلال أهلي كان ثاني المجموعة هيصدم بالاتحاد السكندري النهاردة هذه المباراة الساعة الثمانية ونصف نتمنى التوفيق رب للأهلي في الفوز وتخطي عقبة الاتحاد السكندري والوصول إلى مرحلة الدور النصف النهائي وكمان بإذن الله إن شاء الله أنا نشوف النهاردة مسندة ومؤذرة جماهرية من جماهير النادي الأهلي كالعادة في صالة الغرافة في الدوحة لمؤذرة الماسترز أبطال السلة للنادي الأهلي اللي راجعين بالمركز الرابع من كأس العالم الأندية وبنفسه النهاردة على كأس البطولة العربية في قطر نخرج إلى فاصل ثم نعود بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند اللي النهاردة مليئة بالكواليس والأخبار والانفراضات أيضا في ملفات مهمة جدا تخص القرى المصرية وتخص النادي الأهلي بشكل خاص عشان المرحلة اللي جاية أول حاجة والبداية سمفونية رائعة بالأمس في لقاء الأهلي والإسماعيلي من فريق النادي الأهلي أداء ونتيجة وتكتك وفنيات على أعلى مستوى الفوز بالثلاثية ليست هي المقياز بالنسبة سبق للأهلي الفوز على المصر بأربعة أهداف في البداية الدوري ثم الفوز في اللقاء الأخير بالأمس وهو لقاء في الإسبوع الثالث واللقاء الثاني للأهلي في الدور العام بثلاث أهداف مقابل هدف ولكن الاستمرارية في الفترة الأخيرة وتحديدا عاقب العودة من السعودية بعد أداء اللقاء السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصم الأهلي يفوز على سان جورج بربعية بالثلاثية ينطلق في الدوري بأولى المباريات بالفوز على المصر بربعية ثم الفوز على الإسماعيلي بالثلاثية ومع أدراك من الإسماعيلي والمصر بفرق جماهرية في الدور العام فنتيجة وأداء بداية جيدة جدا للنادي الأهلي نمسك الخشب الحمد لله النادي الأهلي عنده أكتر من لاعب وأكتر من مركز ظهر بشكل كويس جدا ولمسات مارسي الكولر ظهر بشكل كبير جدا على أداء عدد كبير من اللاعبين اللاعبين اللي كانوا في فترة من الفترات سواء بيبتعدوا بسبب الإصابة سواء بيبتعدوا بسبب اهتزاز في المستوى الفني ولكن منذ أن تولى مارسي الكولر بغض النظر عن النتائج والبطولات الأهلي يكتب تاريخ جديد مع مارسي الكولر على المستوى الفني هناك طفرة كبيرة جدا في مستوى عدد من اللاعبين والبعض يقول لي مباراة الدوري مش مقياس لا لما تلعب الإسماعيلي مقياس لما تلعب المصر مقياس مباراة اتحاد العاصمة ممكن ما تكونش مقياس لأنك أول مباراة في الدوري أو أول مباراة أصدف الموسم وانت لسه ملعبتش أي مباراة رسمية فبالتالي مش هنقدر نخدها مقياس على الأهل الموسم ده لكن مهم جدا لما تقرب شوية من البطولات المهمة والبطولات الكبرى تكون وصل لمستوى عالي جدا بيرسي تاو والنهاردة أنا حتى في ترند الأقل معاي أحصائية مهمة جدا كان رصادها الزملاء في يلا قورة بيتكلموا على بيرسي تاو في الموسم الأول غير بيرسي تاو تماما في الموسم الثاني عدد الأيام اللي غابها بسبب الإصابة الموسم الثاني غير الأول الموسم الثاني الحمد لله يعني الرجل مكمل مع الفريق ورجله في المالعب على طول عكس الموسم الأول اللي غاب فيه حوالي 62 يوم عدد الأهداف عدد صناعة الأهداف حسين الشحات استمراريته منذ الموسم الماضي في هذا الشكل محمد الشناوي مقدرش أخفل على فكرة دور محمد الشناوي مع الفريق في الفترة الأخيرة وعجبني جدا جدا الشناوي مبارح الأهل كسبان ثلاثة وخارج زعلان هتقول لي خارج زعلان ليه محل كسبانين ثلاثة دخل فيه هدف نفسه وبالتأكيد أي حارس مرمى كبير نفسه يطلع المبرارة تبقى خالية من الأهداف في مرمى تبقى كسبان وشباك نظيفة سواء أكسبت أربعة أكسبت تلاتة أكسبت ستة أكسبت واحد أنا كحارس مرمى نفسي أخرج وأنا مش داخل مرمى أي هدف وزعل الشناوي ده أنا شايفه يجي إيجابي على الدفاع أحمد نابيل كوكا السرو والتمريرة البينية اللي عملها مبارحة لحسين الشحات لا 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 شغل عالي جدا أحمد نابيل كوكا على فكرة لعب إمكاناته كويسة ولكن التطور في الأداء ده نتيجة عمل الجهاز الفني ووجود برينجر مطور الأداء مع الجهاز الفني أكيد لدور مع اللعيبة الصاعدين من قطاع الناشئين عشان جدا الفترة الجاية هتشوفوا زعلوك هتشوفوا كوكا هتشوفوا معتز محمد هتشوفوا كريم الدبيس انتوا بتشوفوا العيبة صاعدة من قطاع الناشئين وبرينجر تحديدا المدرب اللي تعاقد مع الأهل في بداية الموسم مع الجهاز الفني ليه دور مهم جدا خارج المباراة خارج الملعب مع اللعبين اللي ممكن تكون خارج قائمة المباراة مع اللعبين الصاعدين من قطاع الناشئين فالنتيجة إجمالا كويسة ممتازة مش هقول كويسة ده ممتازة ولكن كمان الفكرة في حد ذاتها انت انبارح انتاجك في الملعب ازاي التمريرات البينية التزديدات على المرمى ممكن ما سددتش زي الإسماعيلي الإسماعيلي مثلا سدد 18 تزديدة بس انت سددت 10 منهم 6 أو 7 بابين القائمين أو بابين العرضة والقائمين يعني كان ليك فعليه أكتر على مرمى فريق الإسماعيلي طاهر محمد طاهر وأنا بتمنى من جمهير النادي الأهل الفترة اللي جاية تغير نظرتها شوية تجاه عدد من اللاعبين لأن مش هيبقى الإعلام والنقاض والصحفيين وتبقى الجمهير كمان الجمهير الفرق المنافسة وارد ممكن تنتقد أو ممكن تبقى عايزة تعمل بروباجندة عند لعبتك لكن جمهير الآله ما ينفعش تنتقد لعيبة بشكل حاد في ظل ان كمان الجهاز الفني بيطلع بيشيد بطاهر محمد طاهر مبارح مرسل كولر تكلم عن طاهر كويس جدا ومبارح طاهر لعب في مركز جديد مبارح لما خرج إمام عشور نزل طاهر في نفس مركز إمام طاهر مبارح لو كان بيلعب على الجانب الأيمن والجانب الأيسر كان بيلعب في مركز اللاعب رقم 9.5 أو 9 فبالتالي كولر شايف احتاجات الفرقة بشكل كويس وكولر عارف إمكانيات اللاعبة بشكل كويس المطلوب من جمهير الآله للفترة الجاي حتى لو في بعض الأداء عند بعض اللاعبة مش بشكل كويس انتقادك لو موضوعي هيفرق كويس جدا وهيفيد الأهل كويس جدا ولكن في بعض الفترات طاهر مبارح عمل مطش معقول نزل مبارح في جزء معاه من المباراة كولر أشاد بيه في المؤتمر الصحفي فبالتالي ندعم طاهر نبقى في ظهرة أنتوني مودست زي ما في فترة من الفترات كنا بنتكلام على حسين الشحك كتير جماعة حسين لعيب كويس حسين لعيب ممتاز لغاية لما حسيني بدأت تفتح معاه شوية قهربة نفس الكلام الفترة اللي جاية ان شاء الله ممكن صلاح محسن وكريم نيت فيديو يكونوا راجعين بشكل كويس ودول أعرب لعيبة ممكن يرجعوا من الإصابة خلال الفترة اللي جاية صعب يلحقوا ماتش سيمبا ودي تصرحات دكتور أحمد دا جبالة طبيب فرقين نادي الآلي ولكن هم أكتر اتنين ممكن يقربوا شوية من التدريبات الجمعية ويتم شفاقهم وتجهزهم خلال الفترة اللي جاية لسه السلائع متولي بعد ماتش سيمبا ممكن الجهاز الطب يعلن مدى جهزيتهم للتدريبات الجمعية ولكن لسه الرباية دول قدامهم شاية وقت وانضم لهم للأسف كمان كريم فؤاد اللي تعرض لإصابة في العضلة الضمن بارح لو بصنا على التشكيل فكرة السابات التشكيل دا مهم جدا والتغيير ممكن في أطزق الحدود يعني الشيناو في عرصة المرمى من عمهاني ياسر معلول نفس المراكز أليو ديانجي إمام عشور ولعب كوكا مكان مروانة عطية هل خط الوسط تأثر؟ لا خرج إمام عشور للإصابة ونزل طاهر هل خط الوسط تأثر؟ لا طيب من بارح ردس ليه ما بدأش اللي بدأ حسين الشحات وبيرس تاو ومودست نزل ردس ليه أنتج أنتج عمل صنوب باص حلو جدا لطاهر قدر يعمل بي باص لبيرس تاو اللي منطلق داخل منطقة الجزاء وسدد على يمين حارس مرمى النادي الإسماعيلي فالهدف كلها رائعة سواء هدف تاو الأول أو حسين أو هدف تاو التاني بيرس تاو في مبارتين هدف الدور بأربع مباريات وأرقام بيرس تاو السنة دي مع الأهلي والسنة اللي فاتت ممتازة جدا لعيب بمواصفات جيدة جدا ورغم حالة الانتقادات اللي كان بتوجه لبيرس تاو لكن أنا بيعجبني في تاو أنه واصق في نفسه بشكل كويس جدا وعلاقته باللاعبين ممتازة واللقطة الأبرز امبارح اللي لسه أمام عشور منضم للأهلي حديثا امبارح بيلتقط صورة وبيعملوا احتفالية كده أو لقطة جميلة جدا في الاحتفال بالهدف الأول فدي الحالة الجميلة اللي جوه قط اللبس فيه فريق النادي الأهلي التغيرات امبارح لما نزل طاير مكان إمام ظهر بشكل جيد امبارح خرق حسين نزل ريدا سليم كان بينتج بشكل كويس في الملعب اندمك في الفريق بشكل كويس جدا يبدأ يتكلم حتى كمان باللهجة أو بالدرجة المصرية زي ما بيقولوا حتى في المغرب وأشقاءنا في المغرب كمان امبارح خرق موديس تأليو جانج هاني نزل زعلوك وقفشة وخالد عبدالفتاح عشان يبقى فيه روتيشن في عدد من المركز عشان الفترة اللي جاية أكيد يعني يبقى فيه ضغط مطشاط بعد أجندة أكتوبر وفيه مطشاط كتيرة خلال الفترة اللي جاية امام عشور مبارح كلنا وقلبنا تعرض لإصابة وارد جدا أي لعبة يتعرض لإصابة ولكن الحالة اللي ظهر عليها أمام داخل الملعب خوفتنا الحمد لله يمكن بعد ما راح عمل أشعة في المستشفى في العجمي بالقرب من استاد برج العرب والنهاردة على فكرة كمان عمل أشعة للإتمينان على حالته نتكلم على إمام عمل حوالي ممكن ثلاث أشعاعات لغاية دلوقتي عشان يطمئن على حالته الحمد لله إمام الإصابة بسيطة جدا عبارة عن كدمة أي مضاعفات تانية لا قدر لكم نخايفين منها الحمد لله مش موجودة فالإصابة عبارة عن كدمة الكدمة أنا أتخليه غيب من أسبوع لعشر تيام وبالتالي لن يلحق بقائمة منتخبنا الوطني ومعسكر المنتخب اللي بدأ اليوم في الإمارات وعلى طول روي فيتوريا البرتغالي استدعى بريرة استدعى أحمد نبيل كوكا مكان إمام عشور في معسكر المنتخب ولو هستعرض دلوقتي على الشاشة وده بقى الجزء اللي بتكلم عليه إمام عشور كتب على الإنستجرام لأحمد نبيل كوكا قال له إيه ربنا يا كرمك يا حبيبي مستني منك كتير قوي يعني قلوه لأصابة إمام عشور مكانش مبارح أحمد نبيل كوكا تم استدعائه لمنتخب مصر ولكن إصابة إمام جعلت فيتوريا يستدعي كوكا فالحالة اللي بتكلم عليها راح إمام كتب على الإنستجرام على حسابه ربنا يا كرمك يا حبيبي مستني منك كتير قوي دي الحالة اللي بتكلم عليه ونفس الحالة دي مبارح على دكة البودلاء كريمي الدبيس بيساعد إمام عشور وبيشيل اللزق طبي وبيساعده بعد ما خرج بسبب الإصابة الروح الجميلة جوة قط الليبس هي اللي بتديك النتيجة اللي انت شايفها طيب طالما ما بتكلم على قط الليبس وطالما ما بتكلم على الأهلي بصراحة بأمانة يعني مش ما يكون معايا أفضل من الكابتن محمد يوسف المدير الفني للنادي الأهلي والحائز مع الأهلي على دوري أبطال إفريقيا عام 2013 كابتن يوسف مساء الفل عليك وكل سنة وحضرتك طيب مساء الفل عليك يا محمد يا جميل ومساء الفل علي كل متابعينك ومشاهدينك ومشاهدين قناة الأهلي وكل سنة وانت طيب يا حبيب وبشكرك جدا جدا على معايدتك الجميلة أولا انت وحشني جدا ووحش كل جمهور النادي الأهلي بشكل كبير النهاردة عيد ميلادك بنقولك هابي بيرز زيتوي وكل سنة وانت طيب موفق دايما والكابتن يوسف يا جماعة من المدربين التاريخيين في النادي الأهلي اللي حائز على دوري أبطال إفريقيا في موسم كان استثنائي بدون مباريات دوري فكانت من أصعب البطولات اللي شفناها في دورة أبطال إفريقيا يا كابتن يوسف حبيب يا ربنا يخليك أنا يعني كل ده فدى جمهور الاهلي وانت عارف ان رقم واحد في البوز بالبطولات وان الاهلي دايما يتبوأ المراكز البطولة ومراكز الأولى هو طبعا جمهوره فدي حاجة يعني أقل حاجة أو أقل ما يفقدمه النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي ومسؤولين النادي الأهلي وكل من بينتمي النادي الأهلي أقل حاجة يقدمها لكمهور فأنا طبعا بتشرف وزي ما أنت قلت أن أنا كنت جزء من الوقت من الأوقات أن أنا يعني جزء من تاريخ النادي الأهلي وجزء من منصوبة الكورة في النادي الأهلي فأتشرف لي وشرف لأي مدرب أو أي مسؤول بينتمي النادي الأهلي أكيد طيب كابتن يوسف أستغل وجودك معايا وأسألك على رأيك في أدايا الآلي في الدوري والنتاج الكبيرة اللي بيحققها سواء على المصري على الإسماعيلي الاستقرار اللي موجود حاليا كحالة فنية في الفريق خلال الفترة الأخيرة مع مارسي الكولر شايفها إزاي؟ يعني شايف طبعا أنه مؤشر إيجابي جدا خلي بالك الأهلي لما داخل البطولة ما كانش لعب مفشات كتيرة يعني بدأ يدوبك لعب مباراة السوبر وكلنا تكلمنا على أن تاني مباراة بعد السوبر على طول كانت مباراة المصري وكان مهم جدا بعد خسارة في السوبر الأفريكي أنه أنت تعود تاني وترجع الثقة للعيبة وترجع الثقة حتى للكومؤ ودي قدر الأهلي يعمل على طول في مباراة المصري أنا شايف الأهلي داخل الموسم بمعدلات معقولة جدا قياسا بأن الفريق لما بيخش في بداية الموسم ما بيبقاش وصل للفورمة بتاعته اللي إحنا بنبقى معتدينها أو اللي إحنا بيبقى متوقعينها يعني لكن الأهلي بدأ بشكل كويس جدا قدر ياخد ستنقاط من مطشين عنده مباراة مواصلة مع سراميكا لكن في نفس الوقت مع المطشات هتبص تلاقي الفورمة أحسن كمان والأداء أسرع كمان مباراة كان معي لمباراة ولا أروع أداء سريع التشكيل اللي بدأ به طبعا كولر كان التشكيل أنا شايفه أنه هو الأجهز يعني اللي على أتم استعداد في الوقت الحالي وفي نفس الوقت كمان التغييرات بصراحة عملت فرق كبير جدا مع أداء الأهلي وقدر أنه يحفظ عدد بالسريع فدي من مكاسب مباراة مباراة بالأضافة طبعا أنه دفع بعنصه جديد من الولاد الصغارين ناشئين لعلوك فطبعا برضو دي من أحد المكاسب النسي يتطيله سكة وبيتطيله يحاول يضخ دم جديد فطبعا المقرام مباراة أنا شايف قدام برضو منافس إسماعيلي اسم كبير وفي أي وقت وفي أي زمن هو برضو منافس قوي ولي اسم قوي ودائما مؤتشاته مع الآلة طيب بخبراتك كابتن يوسف يعني أكيد بعد اخسارة السوبر أمام اتحاد العاصمة جمهور الآلي كان عنده تخوف من الموسم الحالي لكن على طول الفريق يعني ابتدى يستعيد توازنه كسب مطشين في دورة أبطال إفريقيا كسب مطشين في الدورة العام بنتاج كبيرة السوبر أعتقد كان حالة استثنائية نتيجة بداية الموسم كابتن يوسف مش هناخدق من قياس على شكل الآلي ممكن السنة دي يبقى إزاي أنا شايف أن السوبر ليز وهي مباراة لها ظروفها وأنا يمكن كنت مع إسلام في البتك كبير في القناة قبل المباراة بيومين وكنا تكلمنا فيه أن لازم الجهاز الفني يحب باله جدا من عبدالحق ومن شيخة لأنه المجاربين الشكل التكتيك بتاحهم بيبقى السرقة اللي بيمتكها بتبقى لها شكل تكتيكي معين بيلعب آفل قوي وكان هو عمل إنجاز قبل كده مع نهض البركان وقدر أنه هو ياخد السوبر وتكررها تاني مع اتحاد العاصمة فالي أنا عايز أقوله أن هي مباراة يعني كان لها ظروفها وبعد كده يعني لو تكررت هذه المباراة تاني أو الأهلي مثلا قبل اتحاد العاصمة في دور المجموعات هيبقى الوضع مختلف تماما والنتاجة مختلفة هي مباراة وكلفت والأهلي بيقرق يقلب الصفحة لمحمد يعني يعني عارب الأهلي برضو أنا هقولك الكلام ده مش عشان الأهلي خطر إحنا لو كان كسب برضو كان هيقلب الصفحة على طول وكان يبدأ يفكر في الطولة تانية اسمها الطولة الدولة العام وبتدأ بمباراة المطفل فالأهلي عنده القدرة ودي من زمان جدا أنه بيقدر يقلب الصفحة سواء هي تلبية أو إيجابية ودي ميزة من الموزات ما بيعيش البطولة أو ما بيعيش الهزيمة بشكل كبير يعني بيقدر يقلب عطوه دي الفرقة الكبيرة الفرقة الكبيرة بتلعب كل 3-4 يام مباراة وبالتالي بيقدر أنه هو يركز على طولة اللي قدامه أكيد أكيد طيب أرعة الأهلي في دورة بطال إفريقيا معه شباب بلسداد ينجي أفريكانز وميدياما بطل غانا تعليقها كابتن يوسف على الأرعة هل شايفها أرعة صعبة أرعة متوسطة نسبيا وشايف المجموعات كمان إجمالا يعني شايف البطولة السينادي زي في الظل أن كل الفرق من أول التصنيف الأول للتصنيف الرابع فازت قبل كده بدورة أبطال إفريقيا وبتوصل للأدوار النهائية يعني الأهلي بطل ودايما البطل يعني عايز أقولك طبعا بيأخوض المشوار كله لكن عينه عينه على الكات عينه على البطولة بهم قصدي بالتالي أنا مع احترامي طبعا للفرق اللي أنت قلتها لكن الأهلي دور المجموعات عادة ما يبقاش يعني بطولات كتيرة جدا ما كانش قوي قوي في دور المجموعات لكن بيكمل ويوصل وبيخذ البطولة وبيخذ البطولة مع احترامي طبعا للفرق الأهلي يقدر يعني يتقدر المجموعة بشغله وبمجهود وبتركيز لأن احترام كامل لكل الفرق أيا كانت يعني لكن فرق مقارنة بالأهلي وبشعبيته وبكسمه وبعدد بطولاته بأسارك كبير جدا لكن الأهلي بيلعب على اللقب بيلعب على اللقب وإحنا دايما كنا نتكلم مع اللعيبة ودايما نقول لهم إن إحنا ما بنعدش إحنا كم مرة وصلنا نهائي ولا كم مرة وصلنا سيمي فاينال إحنا بنعد كم مرة أنت خدت البطولة في مصدي صح فدي مهمة جدا جدا ودي أكيد طبعا العقيبة عارفينها وعشوها وكي لحالي قدر يكسب يكسب وفايت بتلاب بطولات في آخر خمس نهايات فدي حاجة طبعا كويسة جدا فنظمنا إن شاء الله أن الأهلي يعني يحافظ على البطولة ويحافظ على كاس أفريقيا إن شاء الله للعامل اللي جاي إن شاء الله بإذن الله مش هتقول عليك وآخر سؤال كمدير فني كبير لخبرات كبيرة في القرى الإفريقية وشفت كتير في الملعب الإفريقية الأجندة الدولية تخلص يوم 17 ماتش سيمبا في تنزانيا يوم 20 المدير الفني ممكن يتعامل إزاي في وقت قصير زي ده واللعيب عنده راجعة من كل مكان اللي جاي من الإمارات اللي جاي من اليابان اللي جاي من البرتغال اللي جاي من كوديفوار الأمور ده بتبقى سعر يا كابتن يوسف في التحضير لمباراة إفريقيا خاصة لما كمان رايح تباجه سيمبا في بطولة جديدة وماتشف تتاع في السوبر ليج أولا رقم واحد أن لابد يكون نظام التهيران أسرع مما تتصور بمعنى أن لابد أن يكون فيه اتفاق أو ترتيب الشركة الرعية أكيد أو معرفش يعني إيه السبيل لكن لازم العيبة دي تطلع يوم 17 من معسكر دبي بعد انتهاء المباراة المباراة ود إياه وممكن يتم التنصيق مع مع المنتخب ومش عايزين نخش في الضيلامة بتاعة لأ والمنتخب يا جماعة الأهلي سواء أنت مفروض كمنتخب تحافظ على اللاعبة بتاعة الأندية لأن هي دي اللاعبك في النهاية هم من بلعبوا ما هيجولك فاهم أظر إزاي صح فالأنا أنا وجهة نظري وجهة نظري ألا بلعب مباراة ودقاء طبعا عايز أكتب وفيتوريا عايز يكتب وعايز يجوز بالمباراة لكن ما فيش مانع أنه ممكن العناصر وما بيتستغلش ما بيتستخدمش للعناصر كلها فممكن ممكن يبقى فيه مثلا جزء ياخد ستين دقيقة ممكن جزء ياخد خمسة وربعين دقيقة وممكن نفس تلعب بالمباراة كاملة لكن أيا كان لازم طبعا صعبة وكلر أكيد هيشتغل على إيجاد بدايل وإيجاد حلول في حالة طبعا لما تتكلم 18-19 ويلعب 20 ودي محتاجة استشفى وريكافر سريع جدا ومحتاجة طيران سريع جدا من 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 أبوظبي أو لتنزانيا بقى أصرع وقت لكن اللاعب أنا بقول يقدر يلعب أو يقدر يلعب لأنه دلوقتي اللاعب ما شاء الله الريكافر دلوقتي يقدم جدا وهم بيهتموا جدا بحاجات هي المكملات الغذائية وبي والأدوات الاستشفاء كلها تقدمت بشكل كويس كابتن يوسف أنا أفكر في 2013 قال حضرتك والكابتن أحمد أيوب وكابتن محمد أبو العيلة بدون أي أدوات عملتوا استشفاء للعيبة عشان مطش القطن الكاميروني تعاد تاني يوم في جروة راب عليه راب عليه ماشاء الله ذاكرتك طبعا لا الرحلات دي ما نتنسيش يا كابتن يوسف لعبنا 73 دقيقة وقالين فوقنا بالحاكم لغى المباراة عشان البطر وقال فيجو بكرة نلعب تعالوا بكرة طبعا مع ضعف الإمكانيات في الفندق في الجروة في الكاميرون فطبعا ما كانش فيه ميا مش تلجة بس آه فما فيش ميا عن رأيك لكن إذن نعمل يعني زي جلسات استشفاء بالتلج للعيبة وفي ناس رقتي كمان عملت لهم أنا وحدة وإطالات وموبيليتي وحاجات كلها متعلقة بالاستشفاء يوم المباراة الصبح الساعة عشر طبعا أبو العيلة ما شاء الله عليك الحاجات دي كان مميز جدا عملناها في الفندق وقدرنا نروح روح وتوفيق ربنا أنا بقول توفيق ربنا وعزيمة اللعيبة وكان تحضرهم النفسي الحمد لله خد مننا مجهود وده كان أهم حاجة نعم تستغل على التحضير النفسي مهم جدا أن أنت بدي تجدد لهم الدوافع وحطط لهم هذا بقصادهم أن يتعيدوا جمهور النادي الأهلي وأن الجمهور الأهلي في الوقت ده كان محتاج يفرح فكل اللعيبة اتغلبت على التعب واتغلبت على الإرهاق والإجهاد وقدروا يلعبوا تاني تاني أكيد كابتن يوسف نورتني وشرفتني كل سنة وحضراتك طيب ومبسوط جدا بمدخلتك معنا ودايما نشوفك على خير دايما بإذن الله مدخلة كانت مهمة جدا مع الكابتن محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي عن تاريخ كبير جدا في الفترات السابقة وقد فرصة ناخد رأيه في أحداث مهمة جدا خلال الفترة الحلاسة وقرعة أفريقيا الدور العام تفاصيل مهمة جدا نتكلم فيها الكابتن محمد يوسف عندي تفاصيل أكتر وعندي أخبار وانفرادات مهمة ولكن نطلع فاصل وبعد الفاصل نواصل أهلا بحضراتكم من جديد ومجموعة من الأخبار والإنفراضات اللي نهاردة هننشرها ونعلنها من خلال برنامج التريند أولا خلاص الفترة الحالية فترة طراحة وأجازة للفريق خمس أيام ويستعنى في التدريبات الفريق إن شاء الله يوم السبت اللي جاي في أجندة دولية المنتخبنا تخلص يوم 17 والأهل هيستعد المباراة سيمبة ابتداء من يوم السبت القادم الفترة الأخيرة كان فيه كلام كتير جدا على فكرة اللاعبين الأجانب اللي هينضموا المنتخباتهم وضعهم إيه هل ممكن يلحاول أهل في تنزانيا هل التوقيت هيبقى دايق جدا لأن في الرحلات السفر هتبقى بعيدة فما يلحاوش ماتش سيمبة إحنا النهاردة هنحاول نطمئكم قدر الإمكان بالأخبار اللي عندنا عشان الناس تطمئن على حالة الفريق واستعلاد اللاعبين الأجانب تحديدا لمواجهة سيمبة في افتتاحية السوبرليج أولا جنوب إفريقيا النهاردة هيتم الإعلان رسميا على عدم انضمان بيرستاو لأسباب هيعلنها اتحاد جنوب إفريقيا في المساء لكن تأكد أن بيرستاو لن يكون موجود مع منتخب جنوب إفريقيا في المعصر القادم النهاردة صحف كتيرة جدا في جنوب إفريقيا خاصة صحيفة تايمز كتبت ونشرت أن بيرستاو لأسباب شخصية مش هيكون موجود مع منتخب جنوب إفريقيا حبيت استقصى التفاصيل هيكون موجود والأسباب هيتم إعلانها رسميا مساء اليوم فده أول لعب. تاني لعب علي معلول علي معلول عنده مباراتين ودياتين مع تونس وتحديدا المباراة الأخيرة هتكون مع اليابان في توكيو طب علي معلول هار يرجع القاهرة ولا هيطلع على تنزانيا الترانزيت هيبقى كم رحلة رحلين تلاتة يوصل على المباراة يوصل قبل المباراة تأكدت الحمد لله بعد التواصل مع جهات عديدة سواء في الاتحاد التونسي سواء في شركة الدور الإفريقي علي معلول هيصل تنزانيا قبل وصول بعثة فريق النادي الأهلي يعني بعثة النادي الأهلي تصل مساء يوم الأربعاء 18 أكتوبر علي معلول هيصل صباح يوم الأربعاء 18 أكتوبر إلى تنزانيا وبالتالي هيسافر دايركت من توكيو على تنزانيا وهتخلى للرحلة رحلة ترانزيت واحدة بس وبالتالي الرحلة قد تصل لحوالي 19 أو 18 ساعة سفر ولكن بدل ما يكون فيه أقطع من رحلة ترانزيت وبدل ما يوصل في 48 ساعة هيوصل في 24 ساعة فبالتالي هيوصل صباح يوم الأربعاء قبل وصول بعثة الأهلي اللي هتسافر إن شاء الله يوم الأربع إلى تنزانيا أليو ديانج منتخب مالي عنده مشكلة شواف معسكر أكتوبر الحالي أول مباركة يوم 13 أكتوبر تم إلغاءها وبالتالي ما عندهمش غير مباراة واحدة المباراة التانية حتى هذه اللحظة مش مؤكد سفر أليو ديانج للمعسكر أكيد ولا مش أكيد وحتى لو سافر يلعب في معسكر البرتغال هيرجع من المعسكر البرتغال على القاهرة ويسافر مع الفريق إن شاء الله يوم 18 فما فيش مشكلة في موضوع أليو ديانج نجوم النادي الأهلي اللي موجودين في منتخب مصر هيلعبوا مع الجزائر يوم 16 يرجعوا صباح يوم 17 ويسافروا مع الأهلي يوم 18 عموما الأهلي هيوصل تنزانيا يوم 18 وقوام البعثة بالكامل هيكون مع مرسل كولر مش هيستنى حد وساعتها بقى يقدر يعمل الاستشفاء والإجراءات الخاصة بتأهيل اللاعبين قبل مباراة سيمبا يوم 20 دي أبرز الأخبار والكواليس المتعلقة باللعبين الأجانب وتوقيتات سفرهم إلى تنزانيا مع البعثة أو اللحاق بالبعثة خلال الفترة اللي جاية ونتمنى التوفيق رب المرسل كولر والجهاز الفني في التعامل مع هذه المباراة الصعبة طيب ماتش سيمبا والنهاردة عندي كوليس مهمة جدا في موضوع تعينات حكام السوبرليج فاكريم من كم حلقة قلت ان شركة الدوري الافريقي الشركة الايطالية أسندت إدارة المباريات للجنة الحكام في الكاف ولجنة الحكام في الاتحاد الافريقي هي اللي هتعين القطقم التحكمية للمباريات وقلت فكرة ان يتم الاستعانة بحكام من أوروبا خلاص أصبحت غير وردة بالفعل النهاردة لجنة الحكام مرست صلاحياتها وأعلنت الأطقم التحكمية للثمان مباريات أربع مباريات زهاب أربع مباريات إياب والأطقم التحكمية كلها تم إعلانة عنده نقطتين مهمين أول حاجة هتكلم على حكام مباراة سيمبا والأهلي في تنزانيا اللي هتتلاعب يوم الجمعة عشرين أكتوبر الساعة ستة بتوقيت القاهرة المباراة هيدرها دحان بيدا الحكم الموريتاني هو حكم الساحة وهو حكم هذه المباراة المساعد الأول ديميانا أنتروفيلو من مدغشقر الرابع من السنغال عيسى سا يبقى طاقم تحكيم الحكم من موريتانيا دحان بيدا هو الهيدير مباراة سيمبا والأهلي في تنزانيا على تقنية الفيديو الجزائري لحلو بن براهم حكم VAR VAR الحكم الغاني دانيل لارية يبقى لحلو بن براهم الحكم الجزائري على تقنية الفيديو ومعه مساعد دانيل لارية من غانا ده لقاء الزهاب لقاء العودة في استاد القاهرة يوم 24 أكتوبر الأهلي وسيمبا على استاد القاهرة الساعة 5 بتوقيت القاهرة هيديرها طاقم تحكيم بقيادة الحكم الكنغولي جون جاك نادالا هو الهيدير مباراة الأهلي وسيمبا في القاهرة معه مساعد أول جيرسن دوسانتوس من أنجولا معه مساعد تاني أرسينو شاردجو من موزنبيك معه الحكم الرابع من الكنغو برازافيل ميسيا جيسي ده الحكم الرابع وعلى تقنية الفيديو الفار اتنين حكام من المغرب حكم الفيديو الأول عادل زراق والإيفار مساعد الفيديو حمزة الفريق دول اتنين حكام الفيديو من المغرب في لقاء العودة اللي هيدرها الحكم الكنغولي جون جاك نادالا طيب عندي بقى تركاية مهمة جدا ألا وهي كان تم الاتفاق أن حكام السوبر ليج هيكونوا من حكام البروفيشنال من حكام البروفيشنال اللي فيها أمين عمر من مصر مصطفى غربال من الجزائر هي سمقرات من تونس بملكة سيمة من أثيوبيا بقى تاقم يعني الحكام اللي معروفين في قيمة البروفيشنال ولكن نتيجة إيقاف عدد من الحكام في الفترة الأخيرة سواء في البروفيشنال أو النغبة تم استبعاد عدد من الحكام وتم الاستعانة بعدد من حكام النغبة يعني تم إيقاف واستبعاد حكام من قيمة البروفيشنال وتم استدعاء حكام من قيمة النغبة أبرزهم محمود عشور ومحمود البنة ومحمد عادل تم استدعاء محمود عشور محمود البنة ومحمد عادل التلاتة هيشاركوا في إدارة مباريات السوبر ليج الدور الأفريقي ولكن على تقنية الفيديو وهستعرض معاكم دلوقتي مين القطقم التحكمية المصرية اللي موجودين في بعض المباريات مش كل المباريات للأسف أمين عمر ومحمد معروف مش موجودين في افتتاحية الدور الأفريقي ودي بتخلينا نشوف استنتاجات مهمة جدا كنا بنترحها في الفترة الأخيرة ويبدو أن الأداء في الدور المصري في الفترة الأخيرة والقرارات اللي اتخذها بريرة مع أمين عمر أو محمد معروف انعكست على تعينات حكام الدوري الأفريقي بدليل عدم وجودهم في التعينات رغم استدعاء أمين تم استدعاء أصدي محمد عادل ومحمود عشور ومحمود البن أولا الحكم المساعد أحمد حسنطها هيكون مساعد تاني مع طاقم تحكيم ليبي بقيادة معتز إبراهيم في مباراة بترو أتلتكو وصندونز في أنجولا الحكم المساعد أحمد حسنطها هيكون مساعد تاني في مباراة هيدرها معتز إبراهيم في أنجولا ما بين بترو أتلتكو وصندونز بالمناسبة مدير لجنة الحكام سكرتير اللجنة أحمد أبو العلا تم تعيينه مرائب حكام في مباراة سانداونز وبتر أتلتكو هذه المباراة هي ديرها طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال وبالتالي تم الاستعانة بأحمد أبو العلا مدير لجنة الحكام المصرية عشان يكون مرائب في مباراة السوبر ليج مطش سانداونز وبتر أتلتكو تم الاستعانة بمحمود عشور ومحمود البنة في تقنية الفيديو في مباراة مزمبي والترجي التونسي لقاء الزهاب اللي هيتلعب يوم 21 أكتوبر في الكنغو الدموقراطية محمود عشور ومحمود البنة هيكون حكام فيديو في لقاء مزمبي والترجي التونسي تم الاستعانة بمحمد عادل حكم ايفار مساعد فار في مباراة انينبا والوداد اللي هتتلاعب فيه نيجيريا يوم 22 أكتوبر وهيكون معاه حكم فار الحكمة اللي أدارت تقنية الفيديو في مباراة الأهل والتحاد العاصمة ماريا ريفت هتكون هي حكمة الفار في مباراة إنينبا والوداد وهيكون مساعد معها الكابتن محمد عادل في هذه المباراة اللي هيديرها حكم منتشاد اسمه محمده أهدجو هو اللي هيدير مباراة إنينبا والوداد كمان في لقاء العودة ما بين الوداد وإينينبا تم الاستعانة بمحمود عشور ومحمود البنة في تقنية الفيديو في المباراة اللي هيديرها الحكم الجابوني بير أتشو بير أتشو اللي أدار مباراة الأهل والتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي والبعض خرج واكتهد وقال إن تم إيقافه أهو بير أتشو الحكم الجابوني اللي قدر لقاء السوبر الإفريقي بين الأهل والتحاد العاصمة الجزائري نتفق نختلف معاه لبعض اللعبات ولكن أنا قدامي مستند رسمي لم يتم إيقاف الحكم الجابوني الحكم الجابوني سيدير مباراة الوداد وإينينبا في إيابة دور ربع النهاء للسوبر ليج ويكون معاه على تقنية الفيديو محمود عشور ومحمود البنة دي أبرز القرارات والكواليس المتعلقة بالأطقم التحكمية اللي هتدير مباراة السوبر ليج في الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر سواء لقاءات الزهاب أو لقاءات الإياب ويبدو كده أن أمين عمر ومحمد معروف الفترة اللي جاية محتاجين ثقة شوية في الدور المصري دعم شوية من لجنة الحكام ما يبقاش في حكام دولين مع بعض في موضوع تقنية الفيديو والملعب عشان ده بيسمع بره لما أمين عمر كان معاه محمد عادل أداء المباراة سمع في لجنة الحكام وشفنا التعينات لما كان محمد معروف معاه محمود عشور التعيينة دي سمعت في لجنة الحكام وتم المرأبة وتشافت المباراة فالنتيجة أثرت على تعينات حكام السوبر ليج فأتمنى اللجنة قدر الإمكان نتحطش تعينات للدولين مع بعض عشان ما تعملش أزمة ما بين الحكام لأن نتائج المباراة والأداء بتنعكس على تعينات حكام إفريقيا والدليل أهو تم الاستعانة بمحمود عشور ومحمد عادل وتم استبعاد محمد معروف وأمين عمر واستمرار محمود عشور في تقنية الفيديو كالعادة من خلال لجنة حكام إفريقيا دي كانت أبرز الأخبار والكواليس والنهاردة كان عندنا مجموعة من الانفراضات المهمة جدا وكانت مدخلة مهمة جدا كمان مع الكابتن محمد يوسف طيب آخر أخبار الترند نطلع نتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بيسعد الجهاز الفني وقال ان طاهر بيقدم أداء مميز خاصة في المركز الجديد وده بيشكل نشاط مهم جدا في العديد من مراكز اللاعبين في الفترة الأخيرة كمان حساب بطولات القدو على الأرقام بيرستاو في مباراتين أربع أهداف هداف الدوري بتساو مع بوبولولو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري الأحرص كمان أربع أهداف بيرستاو مستمر في التعلق هذا المصيب نروح كمان لحساب بيالا كورو بتكلموا على نسخة جديدة بصناعة سويسرية كيف عاد بيرستاو للحياة الأرقام اللي اتكلمت عليها أن بيرستاو في أول موسم شبح الإصابات وغيب أكتر من 62 يوم لعب 34 مباراة سجل 8 وصنع 6 لكن في الموسم الثاني لغاية الوقت 41 مباراة 10 أهداف أسجلهم وصنع 7 والحمد لله فترة غياباته مش كبيرة لذلك بيرستاو السنة دي قطعة أساسية في تشكيل المدرب مارسل كولر نروح لحساب بيالا كورا بيتكلموا عن تقارير استبعاد بيرستاو من قائمة جنوب إفريقيا والنهاردة صحيفة تايمزلايف اتكلمت على أن بيرستاو مش في قائمة منتخب جنوب إفريقيا الأسباب شخصية تخص بيرستاو ولكن النهاردة هيتم الإعلام بشكل رسمي وهيشرحه الأسباب اللي دعت عدم انضمان بيرستاو لمعسكر جنوب إفريقيا محمد هاني تكلم على رقم مهم جدا مبارح أكمل تلتمائة مباراة بقميص النادي الأهلي والصورة مبارح مع اللعبين بداية المباراة وكتب على حسابه أتشرف أن أكون جزءا من هذا الكيان الكبير وأشارك بجزء صغير في تاريخ هذا النادي العظيم اليوم أكملت تلتمائة مباراة بقميص الأهلي مشوار طويل بدأ منذ أن كنت ناشئ في صفوف الأهلي حلم كبير تحقق بتحقيق البطولات والانتصارات مع هذا الكيان الكبير وإن شاء الله مزيد من البطولات لقطة حلوة مع زميله في الفريق حساب بطولات كمان بيقوله بعد هدفه في شباك الإسماعيلي حسين الشحات يصل لتسعة واربعين مساهمة تهديفية مع الآلي في الدور الممتاز سبعة وعشرين هدف اتنين وعشرين أسست منذ الانضمة للآهلي قبل أربع سنوات أو خمس سنوات حساب الوطن سبورت بيقوله أن كولر يحرم لاعب وحيد من الأجازة في الآلي هي مش فكرة حرمان فكرة أن كولر شايف أن أنطوني مودست لسه موصلش لللياقة البدنية المناسبة لأن طبعا ما كانش موجود مع الآله في فترة الإعداد ففترة الخمس تيام ما ينفعش مودست ياخد أجازة فهيكمل برنامجه البدن في الفترة الحالية عشان لما يرجع الفريق لتدريبة السبت يكون مودست في معدل لياقة بدنية مناسب جدا المصر الرياضي وتصريح لكوكا أشكر كولر على ثقته والقادم سيكون أفضل مبارح يوم سعيد على أحمد نبيل كوكا صنع هدف انضم للمنتخب نتمنى له التوفيق خلال الفترة الأخيرة آخر حاجة معاه في تريند الآلي الوطن سبورتي بتكلموا على أنه فيه أزمة تنتظم مراوانة عطية في الآلي لماذا انقلب عليه كولر؟ كولر لم ينقلب على مراوانة عطية ولا فيه أزمة ولكن في إطار الروتيشن هيتم الدفع بكذا لا في التشكيلة خلال الفترة الحالية نروح للسؤال اللي طرحنا في بداية الحالة رأيكم في أداء الأهل أمام الإسماعيلي ومين نجم المباراة أستاذ محمود بيقول مساء الخير أداء ولا أروع لعب جماعي جميل جدا أفضل لعيب كان بير ستاو وربنا يشفي إمام عشور ويرجع بسرعة نروح لأستاذ هاني أداء متميز كالعادة وعندنا أحسن من كده بكتير بنلعب كرة جماعية وسهلة لأننا معانا مدرد متميز وكل مباراة عن مورب يكون فيها تطور الأفضل أحسن لعب كان الشناء ومتعلق وتو الشحات وأمام وألف مليون سلامة على أمام وكل التوفيق لنادي القرب يعني الناس مش مكتفية بنجم واحد في المباراة شايفاً فيه كذا نجم في فريق النادي الأهل في الختام وقتنا جري معاكم بسرعة لكن حلقة كانت فيها تفاصيل وكواليس وأخبار وانفرادات وغداً إن شاء الله حلقة جديدة من برنامج التريند شكراً وإلى اللقاء